أن أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللايق به إثبات كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم تنزيه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق الثالث المعاني معلومة نعرف معنى النزول معنى الاستواء معنى اليدين العينين نعرف المعاني ونؤمن أن لله كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بيدعة الضابط عندنا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم معلوم المعنى والكيف مجهول يعني نؤمن أن لله كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها والإمام به واجب واجب أن نثبت لله استواء حقيقي لقف جلعة عظمته والسؤال عن كيفية الاستواء بيدعة لم يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضو الله عنهم قال أخرجوا الرجل فأنه يفتدعوا هذا الضابط عندنا إذن لا بدع الموحد أن يثبت لله الأسماء والصفات الوالدة في الكتاب والسنة يثبتها وينزها الله سبحانه وتعالى عن مماثلة أحد من الخلق ويؤمن أن الله كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها والمعاني معلومة والكيفية علموا عند الله وسلم عنها بيدعة نعم